نحن أتناه بالروح للأبهر أبهر الجمال والثقافة والأبداع وشوف معارض مختلف لكن حين نروح لمعارض ميثاق الملك سمال العمراني بالمدينة الجامعية بالفرعة لإبراز دلالتها الثقافية هويتها المتوافقة مع الطبيعة والمناخ تفاصيل أكثر مع المبدأ دائما محمد الأحمر يمستخير محمد من قناة سعودية نعم من معرض الملك سلمان ميثاق الملك سلمان حفظه الله هذا المعرض الذي تنظم هيئة فنون العمارة والتصميم بالشراكة مع هيئة تطوير منطقة عسير ضمن الشراكات النوعية والمميزة التي تقدمها هيئة تطوير عسير لدعم وتعزيز العمل التنموي في منطقة عسير راح نتحدث عن هذا المعرض المميز بكل تأكيد مع الدكتورة سمية آل سليمان الرئيس التنفيذي لحيئة فنون العمارة والتصميم من راحب فيك دكتورة وسعيدين بتويدك معنا عبر شاشة السعودية أهلا وسهلا حياكم الله في معرض ميثاق الملك سلمان العمراني اليوم دكتورة نتكلم عن هذا المعرض ما شاء الله وهذه الامكانيات الجميلة وهذا الطرح المميز اللي احنا نشاهده في كل زاوية من زوايا هذا المعرض يليت انك تعرفين المشاهد والناس عن هذا المعرض طبعا أول شيء يمكن قبل المعرض لازم تكلم عن الميثاق ميثاق الملك سلمان العمراني هي مبادرة أطلقتها هيئة فنون العمارة والتصميم وكان الهدف الأساسي منها أننا نضع استراتيجية وطنية لتوجيه العمران بناء على الدروس المستفادة من خادم الحرمين الشريفين الله يحفظ من خلال فترة إمارته لمنطقة الرياض لأكثر من خمسين سنة فطبعا اللي استقيناه من مجموعة المشاريع اللي هي كانت مهمة وما زالت مهمة واللي حصلت على جوائز أنه لما نتكلم عن العمارة ما نتكلم عن الجوانب الشكلية لكن أخذناها إلى اللي هي المبادئ والقيم الأساسية التي تنبني عليها هذه المشاريع فلذلك الميثاق يتكلم عن عمارة قيم ويضع منهجية تصميمية بحيث أنه في كل منطقة من مناطق العالم سواء في الرياض في خارج الرياض أو أي مكان في العالم ممكن لما نطبق ميثاق الملك سلمان العمراني تظهر عمارة ذات هويات محلية ومرتبطة بالمكان والزمان اللي تبنى فيه جميل دكتورة نتكلم أيضا عن الشراكات لهذا الميثاق وهذا المعرض وأيضا الأعمال اللي قامت يعني على هامش هذا المعرض طبعا جدا مهم بنسبة لنا أننا نصل للجمهور أينما كان وطبعا الجانب اللي هو التفعيل الثقافي جدا مهم فطبعا عندنا شراكة نوعية مع منطقة عسير من خلال هيئة تطوير عسير وعلى مستوى وزارة الثقافة ومن ضمن اللي هي المسارات اللي تفعيل هذه الشراكة اللي هو وجود المعرض اليوم في أبهى على أساس أن يكون عندنا هذا المعرض على مدى أسبوعين انتهى منها أسبوع وباقي لنا أسبوع وكذلك اللي هو موضوع لقاء العمرانيين والمصممين بشكل يعني مباشر والسماع منهم وتحدث معهم بحيث أن نعرف بالضبط ونكون قريبين من الجميع الممارسين في هذا المجال فلذلك اليوم عندنا ربعات لقاء يعني يشمل أكثر من مئة شخص إن شاء الله بهذا الصدد بحيث أن نناقش قضايا متعلقة بالعمران بالميثاق ويمكن النظر المستقبلية بكيف ممكن مثلا منطقة عسير أنها ترى نفسها وتعيد تفسير هويتها بشكل معاصر شكرا لك دكتور أعطيكم العافية وما قصرته على هذا الجهد شكرا لك وساعدنا متوعي الله يعطيك العافية شكرا جزيلا لكم مجاهد هذه طبعا هي الصورة في الفرعة في المدينة الجامعية وفي قاعة المؤتمرات اللي تحتضن معرض ميثاق الملك سلمان الصوت والصورة إليكم في رياضة فضل